قبل أيام من ماتش القمة بين الأهل والزمالك في نهائي كاس مصر اللي هيتلاقه في السعودية تعالوا نسترجع سوى الماتش الحلو ده اللي جماهير الفرقتين مش هتنساه القصارة والحلاوة اللي كانت في الماتش ده كانت متمثلة في أكتر من نقطة أول نقطة فيهم إن الزمالك كان بطل الدوري وبطل الكاس ولسه كاسبان الأهل في نهائي كاس والأهل اللي عايز يعوض ويكسب اللقب بعد ما خرج بموسم صفر يبدأ الماتش بهدف للزمالك عن طريق عمر جابر وبتيجي بعدها ضربة جزاء للزمالك برضو لكن كهربا بيضيعها بعدها الأهل بينجح إنه يسجل ثلاث أهداف وربع اتنين منهم لعبدالله السعيد اللي هو نجم الزمالك الحالي والتالت سجلمه من زكريه عشان نتيجة تبقى ثلاثة واحد وفي آخر الماتش كهربا اللي هو نجم الأهل الحالي بيسجل هدف شرف عشان الماتش يخلص تاتة اتنين والأهل يكسب اللقب وطبعا مش هننسى وقفة رمضان صبح على الكورة وخناقة حسام غالي وحزم إمام